موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الدقائق الإخبارية أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية عدوان الكيان الصهيوني وانتهاكه السافر لسيادة الأراضي اليمنية وأكد دعمه الكامل لموقف الحكومة الشرعية وتعزيز موقفها في حمل القاضية الوطنية والدفاع عن السيادة اليمنية وأكدت الأحزاب والقوى السياسية في بيان رفضها رهن مصير اليمن بيد الميليشيات الانقلابية الحوتية المدعومة من إيران التي تستخدمها كدراع لقتل اليمنيين وتدمير مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية والزجي بالشعب اليمني في معارك عبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة وأجددت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية التأكيد على موقفها المبدئي وثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وحملت الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي اعتدد داعيات جراء غارته الجوية على الأراضي اليمنية ودعت الأحزاب اليمنية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم وتداعياته الكارثية على الأوضاع الإنسانية للشعب اليمنية وشددت على ضرورة دعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة من يد ميليشيا الحوث الإرهابية واستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية بين العالم أعربت منظمة هيومن رايتس واتش عن إدانتها للغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة الحديدة وما نتج عنها من أضرار جسيمة بالمدنيين والمنشآت المدنية الواقعة على ساحل البحر الأحمر وأقلت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس واتش نيكو جافرينيا إن القوات الإسرائيلية قصفت عدة مواقع في الحديدة ما أسفر عن مقتل أكثر من ستة أشخاص وإصابة أكثر من ثمانين آخرين ردنا على غارة جوية بطائرة بدون طيار نفذها الحوثيون في تل أبيب أسفرت عن مقتل مدني وأوضحت جافرينيا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن العديد من القتلى والجرحاهم من العاملين في الميناء ومدنيون وأشرت إلى القوات الإسرائيلية أو إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت مواقع ذات أهمية حيوية للسكان المدنيين بما في ذلك محطة توليد الكهرباء الرئيسية لمدينة الحديدة وأكدت جافرينيا أن تصرفات الحوثيين لا تبرر بأي حال من الأحوال الرد الإسرائيلي الذي تسبب في أضرار جسيمة للمدنيين جددت اتحادات طلاب اليمن في الخارج مطالبتها بسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة للربع الثاني والثالث والرابع من العام المنصرم 2023 والربعين الأول والثاني والثالث من العام الحالي 2024 دون أي تأخير أو مماطلة جاء ذلك في بيان المشترك لاتحادات طلاب اليمن الدارسين في الهند والصين والمغرب وباكستان وتركيا وأندونوسيا وكوبا وألمانيا والمجر والعراق وماليزيا وأكدت اتحادات طلاب اليمن في الخارج رفضها التام للحلول الترقيعية وطالبت بالصرف الفوري لكافة المستحقات المتأخرة منذ ما يزيد عن عام كامل وأعلنت الاتحادات الطلابية عن إطلاق حملة إلكترونية في جميع دول الابتعاث ولوحت بتبني خيارات تصعيدية مفتوحة حتى الاستجابة لكافة مطالب الطلاب ودعت الاتحادات الطلابية إلى التحقيق في التقصير والتأخير غير المبرر لمستحقات الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة انتزع مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة 989 لغما حوثيا في عدد من المحافظات والمديريات اليمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024 وأقل مسام من الألغام المنزوعة شملت خمسة ألغام مضادة للأفراد وستة وأربعين لغما مضادة للدبابات ودخيرة غير منفجرة وثلاث عبوات وتسعمائة وخمسة وثلاثين الدخيرة غير منفجرة وثلاث عبوات ناسفة وأقل مسام أن عدد الألغام التي نزحت خلال شهر يوليو وبلغت 2840 لغما فحين بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام 451908 ألغام زرعتها ميليشي الحوثي بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية بهدف حصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن أكدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 57 أسر خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات يمنية وأقلت المنظمة في تقريرها الأسبوعي أن حالة النزوح نشأت من تعز ومأرب والحديدة والضالع واستقر غالبيتها في تعز بواقع 22 أسر ومأرب بواقع 21 أسر والحديدة بواقع 10 أسر وهو أشارت منظمة الهجراء لأن إجمالي أحداد الأسر النازحة في عموم البلاد ارتفع خلال الفترة من الأول يناير حتى العشرين من يوليو 2024 إلى 1821 أسر توفي الطفل غرقا أثناء السباحة في منطقة العيقة بمدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة وأقلت مصادر محليين المواطنين وبعد مرور ساعات اكتشفوا غرق الطفل عقب ارتفاع جثته على المياه وحذرت السلطات المحنية بالمحافظة من السباحة في المياه الراكدة وخطورتها على حياة الأطفال نظمت قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء اليوم بمدينة سيئون مؤتمر صحفيا للإعلان عن فعاليات مهرجان النخيل والتمور بوادي حضرموت والذي سينطلق في الرابع من أغسطس القادم وأوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري خلال المؤتمر بأن المهرجان يهدف إلى نشر الوعي بين أوساط المجتمع بالأهمية البيئية للنخيل والقيمة الغذائية والاقتصادية لمنتجاتها وتصليط الضوء على النخيل كأهم محصول لمقاومات الأمن الغذائي واستعرض مدير عام مكتب الزراعة المهندس شكريبا موسى الفعاليات والأنشطة التي سترافق المهرجان من معارضة فنية وورش عمل وحلقات نقاش وأمسيات توعوية نظم مكتب الشباب والرياضة في تعز لقاء شبابيا للتوعية بأهمية مواجهة خطر الإمامة والتي تطلق برأسها من جديد عبر ميليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية تحصين الشباب من الأفكار الهدامة والخطيرة التي تستهدف الهوية اليمنية برعاية من وزير الشباب والرياضة ومحافظ المحافظة أقام مكتب الشباب والرياضة لقاء بعنوان دور القطاع الرياضي والشبابي في الحفاظ على مكتسبات الثورات اليمنية ومواجهة خطر الإمامة ليعد هذا اللقاء تدشينا لبرنامج كبير لتحصين الشباب من خطر المشروع الملشاوي لتوعية أبنائنا الشباب والرياضيين بالخطر الفكر الإمامي وليقي يحافظوا على مكتسبات الثورات اليمنية ستبر وإكتوبر ونفمبر هذا الفكر الإمامي الخطير الذي يتغلغل في شبابنا في المناطق الحوثية وأصبح كفيروس كداء ليس صعب استيصاله ولكن لقي باستيصاله حتى نحافظ على ما بقى من الشباب الأدوار في مواقعات الإمامية الجديدة هي أدوار عامة ولا يمكن أن تقصر على جهة واحدة بل المعركة هي معركة عسكرية ومعركة أمينية ومعركة اجتماعية ومختلف في أثيات المجتمع وكذلك للنشوء الشباب الكبير في التعبير العامة بقيمة الجمهورية في مواجهات خطر هذه الإمام الملكة الحوثية الجديدة التي تستهدف الإنسان والأرض اليمني وتريد تعدم 50 سنة إلى وراء الثوارات اليمنية هي من أخرجت اليمنيون من ظلمات جهل الإمامة إلى منابر النور ومكنت الشباب من التعليم وبنت لهم النوادي والملاعب وأنهت الخرافة وتقبيل الركب وبعد 60 عاما أتى الحوث ليعيد اليمن إلى عهود الظلام والجهل ويقضي على الثورات اليمنية ويطمس كل منجزاتها ويريد من شباب اليمن أن يذهبوا إلى الجبهات ليقتلوا لكي يستمر في هدم الثورات اليمنية المباركة تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ووكيل قطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي عربتين حيادات متنقلة لمرضى السل مقدمة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا عبر منظمة الهجرة الدولية والعربتين مجهزتين بالأشعة والمختبر والتقنيات الحديثة التي تمكنهما من تقديم الخدمات الصحية اللازمة لمرضى السل كما تسلمت الوزارة من ذات الجهات معدات وتجهيزة طبية سيتم توزيعها على المستشفيات المستهدفة في جميع المحافظات كما تفقد وزير الصحة مخازن المنظمة الدولية للهجرة واطلع على نوعية الأدوية المخزونة فيها والخطط المعدة لتوزيعها وفقاً لاحتياجات وزارة الصحة يسعدنا اليوم أن نقوم بتدشين عربتين متنقلتين لمرضى الكشف عن مرضى السل وهذه العربات مقدمة من الصندوق العالمي عبر منظمة الهجرة الدولية ولا شك أنها بتدعم برامج الرعاية الصحية الأولية السل والملاريا والـ HIV وأيضاً هناك سيتم تدشين توزيع عديد من التجهيزات التي سوف تستهدف عدد من المستشفيات المستهدفة وتمثل في أجهزة التنفذ الصناعي وأيضاً استوانات أكسجين والعديد من الأجهزة الأخرى التي سوف تستهدف المستشفيات الأخرى وهذا تأتي كاستجابة من الصندوق العالمي وعبر منظمة الهجرة الدولية ولا شك أن هذه العربات سوف تقدم خدمة كبيرة خصوصاً في الفحص واستهداف المناطق الطرفية ومخيمات النازحين أو المناطق التي ليس فيها خدمات صحية لتسهل من عملية الكشف والمتابعة والمعالجة لحالات الدرن أو الحالات الأخرى شكراً افتتحت مؤسسة تحضن للفنون والعلوم ومكتب الثقافة بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم قسم الأنشطة المدرسية معرض الرسم للموهبين والمبدعين في مدارس مديرية المنصورة ويمثل هذا المعرض فرصة ذهبية للطلاب للتعبير عن مواهبهم وإبداعهم من خلال الفنون البصرية حذر الفعالية عدد من المسؤولين المحليين حيث تم افتتاح معرض الرسومات التي شاركت بها الطالبات وطلاب مدارس المنصورة وقام الحاضرون بجولة في المعرض معبرين عن إعجابهم بلمسات الطلاب الإبداعية في الرسم مما يعزز من أهمية دعم وتشجيع هذه المواهب الشابة شارك في المسابقة 35 طالباً وطالباً من مدارس مديرية المنصورة والتي افتتحت يوم الاثنين الماضي في مجمع خاديجة للبنات انتهت الدقائق الإخبارية في أمان الله اشتركوا في القناة